اشتركوا في القناة 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 معناها اشتركوا في القناة أعطيكم من أكبر المسؤولين في القناة الوطنية وقتها اللي هم يتساءلوا ما هي حكاية اقصار سيدة ذريف كلموهم رئاسة الحكومة قيادة الأخوانجية وقتها حمادي جباري على ما أعتقد وقتها رئيس الحكومة تلفون جاء للوطنية قسم الأخبار ابعثوا لكيب لكي تصورتها في سيدة ذريف نعطيكم معطيات صحيحة راو مانيش قاعد نكذب لذلك امشيت بمهمة صورتها كالشيء ذاك لكي زادوا هيجوا الرأي العام وزادوا قلبوا الرأي العام وزادوا زرعوا هذه الفتنة والنقمة على السلطة السياسية وقتها راني ديما نقول ليس معناها سلطة سياسية خالية من الأخطاء لكن نعطي فيكم في المغارطات لكي تكشف المؤامرة متاحهم التي تكشفناها ليس مليون من 2011 لذلك هذوكم قالت احنا والله لفي بيننا بشيء نعطيكم توا الناس اللي كانت مشرفة على إدارة القناة الوطنية واضحة قالت احنا كلمتنا رئيسة الحكومة قالت انا يجي وشو لسار هو من بعد وقتها كما ينجيت من البونك سنترال اجابت كل شيء اللي ريتوه في التلفزة صوروا كالذهب وصوروا الدراج وصوروا الدنيا ذي كالكلها ومن بعد ما صورت الوطنية الكاميونة رجعت للبونك سنترال بشتفهموا الاسار في تونس راهوا بالحق مؤامرة بكل المقاييس رأوا عمره ولا كان ثورة والثورة تيما نقولوها هي ثورة عقول الثورة يجب أن يكون فيها قيادة ويكون فيها فكر تنويري كما بالضبط الثورة التي قامت على فكر الأنوار والتنوير معناه كالك تقرأ انتي كانت وتقرأ جون جاك غوسو وتقرأ كاله تفهم الله فما ثورة بش تندلع في البلاد بش تندلع في الأمة هذيك الثورة تكون عندها قادة تكون عندها فكر معين تكون عندها أهداف اما بش تقولي إلا صار في تونس ثورة عمره ولا كان ثورة كان فما تهميش للمناطق الداخلية موجود كان فما تفاوت كبير موجود كان فما ناس مضطهدة موجود لكن إلا صار في تونس لا يرتقي إلى كونه ثورة لا يرتقي كيف نشوفوا العوامل الخارجية الكلها تكتلت لكيما قلت لكم تهييج الشارع لإخراج المواطنين على سينتهم ضد النظام وضد الناس الكل وضد الله يحكمه وضد الناس الكل الأخضر واليابس هذا عمره ولا كان ثورة عمره ولا كان نجمه تجم تقول أنا سميته قبل انتفاضة كنت ضد التسمية متع ثورة حتى في بذاعة وقتها قلت لهم رأو هيت تجم تسميه انتفاضة متع مواطنين مهمشين متع أصحاب شهيد عليا بطالة لكن احنا وين اليوم؟ قدش كانوا أصحاب شهيد العليا البطالة قدش كانوا يقعدوا بطالة في النظام السابق شوفوا توا شوفوا توا أكثر من 5000 شهيد الدكتوراه حد الإحصائيات متع عامين التالي دوراهم زادوا اللي خرجتها في ريباتة فام وجبت معايا رئيس نقابة متع البطالين لأصحاب شهيد العليا البطالين انتي اليوم احنا وين؟ وش هي ذاك الكل وين؟ اليوم نهار اليوم يفكرني معناه بش تفهموا ولا هي عمرها ولا كانت ثورة نهار اليوم يفكرني نسبة كبيرة من الشعب التونسي الى التسرق و تنهب في الـ يسرقوا في السلتية و يسرقوا في الشراب و يسرقوا في كل المعادات الموجودة في المساحات الكبرى و يخرجوا يعايتوا الله أكبر سرقتهم في ديهم و نساهم نساهم بشريوه من المونو بري و المجازين خارجين بستيك السلتية و خارجين كل شيء موجود الأخضر و اليابز و يسيحوا يعايتوا الله أكبر يسقط بن علي ويندرشنو هذي سميوها ثورة هذا اللي سيني هذو ما لكلهم و الكاركتريستيك هذو ما لكلهم اللي شفناهم بعينينا هذو ما نجموا نسميوهم ثورة كان انتو ما تقول متنجموا نسميوهم ثورة فتحيا الثورة المجيدة لجابة هذو ما ولجابة الإخوانجية من المنافي متاحهم و من السجون متاحهم و من الغربة و حطتهمنا رئيس حكومة أعطيتهم بالأقدمية في السجون رئيس الحكومة يلزم يكون قضى عشرين عام في الزنزانة معناه حتى الخبرات اللي دارت الدولة الخبرات تمشيت بالأقدمية بالسجون معناه إنسان عشرين عام في زنزانة في حبسهم في رادي تتحطوا رئيس حكومة شنو الإضافة لبشي قدم هالك غير التشفي في النظام السابق و في الناس اللي كانت في النظام السابق شنو ينجم يقدم لك ام بلوس للبلاد لذا صار الكله عمره ولا كان ثورة ولا عمره باش نسميوه ثورة ولا عمره باش نعترفو به هذي يراه ببوريتر كلير معناه قلنا هلكم نقبل و نعود و نقولوها طوى الناسالة ذاك الكله باي ويني الحقيقة متاع الفيديوهات اللي عادتهم من جزيرة في بالكم إلى قناة الجزيرة أنا ذاك كانت تعدي في فيديوهات على تونس وهي مهيش من تونس معناه هذا راو وفضحناه وكشفناه قبله وخرجناه وقارننا بين الفيديوهات الحقيقيين في بالكم إلى المؤامرة اللي كلها حيكت لتونس مش من طوى من 2007 وقت لها جاءت كوندوليزا رايس كانت تتفكروشي وبرشة ناس تبعت وتتفرج وتعرف وتتذكر مليح التاريخ وقت لها جاءت كوندوليزا رايس وقابلت رئيس الدولة السابق الله يرحمه بن علي وخرجت تعفز في تاجين تقارو من قسار الرئاسة وحتى التصريحات اللي قدلت بهم كانت ظاهرة من عينيها وشنو نوين على التونس وقت لها هما طلبوا إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في رمادة لكن بن علي الله يرحمه ينعمه رفض لذلك بن علي تنجمه تقوله فيه كل شيء تنجمه تقوله في عائلته كل شيء إلا إنه إنسان وطني ما تنجموش تنفيو سيفة الوطنية على الرئيس الراحل بن علي تحب ولا تكرهه تحب ولا تكرهه لذلك النظام السابق في حقبتيه كان نظام وطني عمره ما باع البلاد وعمره ولا ساوم قدام أمن بلاده وقدام تراب بلاده وقدام ثروات بلاده يقول لك هما باعوها وباعوها وباعوها وعمره ولا كان يساوم بن علي وبرقيبة عمرهم ولا ساوموا في شرف بلاده وفي أرضهم العزيزة هذية لذلك وقتك اللي صارت في دوميل ساة هذه ورفض النظام لإنشاء قاعدة عسكرية فما برشا سينيال يقولوني نعرف ألا غالب رهوة ما نعرش فما تقطيع في البث ولا لا أنا توهيك ما خاطر لكم الإكرام قدامي ما يطلع لي شيء نحاول نشوف بالتليفون الآخر يظهر لي فما كلام معناها ما هو قاعد يتقطع الفيديو ما نعرشتهم بعد نشوفه لكن النظام السابق عمره ولا باع بلاده عمره ولا رهنها لسندوق النقد الدولي للخارج عمره ولا كان ينفذ في الأجندة متاع الزرع والإخوانجية عمره ولا كان عمل الشيء هذي النظام السابق قولوا فيه لو تقولوا لكن كان نظام وطني بامتياز كان نظام وطني ما باعش بلاده وذلك عليش قام اللي قام وإعادة مشروع إعادة تقسيم الشرق الأوسط لكي تنتلق من تونس سيكون هناك كتاب قرينها من قبل حتى قبل ما يصبح ثورة مكتوبة معناها بروتوكولات حكماء بنو سهيون تنجم التالي شارجيوهم الانترنت وتقرأوا إلا رأوا كل شيء هذا مسطر له كل شيء رأوا السهيونيين مسطرين هذا الكل وإعادة تقسيم الشرق الأوسط مسطرة والإندلاعة تصبح من تونس وهذا الكل مخطين له ومبرمجين له ومدبرين له ونفذوه في تونس وجابوا القناصة وجابوا هذيكم الكلهم وخدموا الأجندة والماكينات الإعلامية الرهيبة من الخارج ومن الداخل وشفتوا إعلاميين قلبوا الفيستا وقتها كانوا يبندروا للنظام وكانوا يتمعشوا من نظام لكن من بعد قلبوا الفيستا كاريمونت 360 درجة ولو هما بيدهم يقلبوا في الرأي العام ويقلبوا في الشارع عن نظام اللي كانوا هما بورت بارول متاعه ولكنوا هما يتكلموا باسمه ولكنوا هما يبندروا له ويطبلوه هل رأيتم هذه المخططة؟ هل نشوفوا اليوم نقوم بتقييم موضوعي؟ عبير موسي لم يحبه وين جاء الملف لسادة عبير موسي قلت لكم رو ملف لسادة عبير موسي ملفنا مهما حاولوا إثنائنا عن الحديث عن المظلمة التي تعرضها عبير موسي ولا عن التحرك ضد المظلمة التي تعرضها عبير موسي لم يكن يصبح مبتغين فهذه القضية والقضية الأساس والنسبة لنا ونحن سوف نصدق ملوف لسادة عبير موسي وداخليا وخارجيا أي أن الشيء الذي يصبح عبير موسي يمكننا ان نخرجه فيه لأم جمعة داخل تونس وخارج تونس في كل المنابر الإعلامية خطر أن يروجوا في عكس ما يحدث في تونس لذلك نرى حقيقة الحقيقة أين هي التنمية من الجهات التي وعدونا بها فيما يسمى بثورة إلا قال لك الهدف الأساسي من الثورة حفظ كرامة المواطن التونسي هنا جايينها وقال لك التنمية بين الجهات عملوا التمييز الإيجابي تيوريك ما عملوه لكن هات نشوفه شنين تيشت التمييز الإيجابي مثلا سيدي بوزيد اللي يمشيوا لها الدولة تمشي لها كل عام شنو قدمت لها فما أم بلوس في سيدي بوزيد وهو مواطنين من سيدي بوزيد تتبعوا فينا توا ويعرفوا فما أم بلوس تقدم لسيدي بوزيد غير عائلة البعزيزي في كندا وعندهم ريستوران وعندهم مشاريع وعندهم قهوي فما حاجة انتفعوا أهلنا في سيدي بوزيد بحاجة من التمييز الإيجابي انتفعوا بأي معناها كونكريتمان على أرض الواقع عملو لهم قناتر عملو لهم ديزنفستيسمان عملو لهم استثمارات في بلادهم عملو لهم مشاريع حلو لهم معامل عملو لهم شي حاجة في سيدي بوزيد باش ياتوين ستعرفوا شكون تصدقوا تصدقوا الواقع وتصدقوا عينيكم مش لازم احنا احنا يراه وسيلة احنا توا انا انتغمي دياغ معناه ما بينات الواقع وانتوما خطر هما يغالطوا فيكم احنا دورنا اننا نخرج وننوروكم فهمتني على المغالطات لقعدين يروجوا فيها هما ويعاجوا فيها هما دونك احنا لهنا باش نقولو لكم الحقيقة وانتوما تميزوا وتشوفوا احنا انتوما مطالب منكم دي ما نقولها خطر احنا ما عنا نشتقى في تلقاتيه عكس ما يروش احنا لا احنا دعوة لإعمال العقل فقط لغير احنا نعطيوكم نعطيوكم البلان هاو وانتوما فهمها وانتوما قالو لكم هاو وانتوما تميزوا تبارك الله قادرين انكم تميزوا وحدكم اهلينا في سيدي بوزيد كل عام الدولة تتشدق وسيدي بوزيد مهد الثورة وسيدي بوزيد كذا ..فامش ان بلوس في سيدي بوزيد كنت تعاملتي في سيدي بوزيد قولولي واجه قولولي مش مشكلة خلاف المدارساتيكه لخارج إطار القانون وخارج عين الدولة كلا تدمغش في صغيراتنا فماش حاجة في سيدي بوزيد تعملت قولولي قطاع الفلاحي في سيدي بوزيد شنو حوالة ناس تشكيل ربي ناس تشكيل ربي تشكيل اللي إخلقها ناس معاتش لاقية لا تشري عالفا لا تشري صداري لغنمتها لا تشري شعير لا تشري شيء الناس باعت الاخشتر لغنى متاحة مع الزمة ومع الجفاف الحمد لله وربي اعطى خيره هلا يا متاذي يا ربي ان شاء الله يدومها علينا نعمة لكن مع سنوات الجفاف معناها تعفوا انتم وحكيت فيه قبل سورتوه سيدي بوزيد كي نقول سيدي بوزيد رأي فلاحية بامتياز معناها مواردها لنورمال موت تكون من الفلاحة تغتي موارد اهاليها الكل المفروض لذا ما عملوا لها سيدي بوزيد كيف علموا للفلاح في سيدي بوزيد فماش برنامج فلاحي popele مع العلم انو الحزب البلدستوري عندو برنامج فلاحي شامل ومفصل وحكي على سيدي بوزيد بالتحديد وظاهر الفلاحة في ولاية سيدي بوزيد وهنا جايين وراجعين واش نحكيه في نقاط تنورية اخرى على البرنامج الفلاحي yALحزب دستوري الحر وعلا سيدي بوزيد كأكزياملف فاماش حاجه جديده تزادت في سيدي بوزيد معاش صدقه لا يوجد صدق كل كلام متات وفففات وقتا لكي يحسنون لكم التمييز الإيجابي حاسبوهم 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 تكلموا وعليوا وصواتكم قولوا لهم التمييز الإيجابي ما عملتونا به من 2011 جاءوا وزرعوا به قانون تمييز الإيجابي جاءوا وزرعوا به فتنة أحيوا به نعارات جهوية تمييز الإيجابي وعملوه تيوري كما وتبدلت الميزانيات لكن عطيوني شنوله صار هل هل رأيتك ضوية مثل؟ between their city lines متيورة أو القيروان متيورة أو سيليانة متــــو أو جندنبة متــــــآ أو باجة متــــــــــــــــــْـــة أو الكيف متــــــــــــــــــــ أو بالجسرين متـــــــــــــــــــــــــــ schooling هل رأيتك ت seront الوجر phones يا ذراك، أنا أطرته لك استفاقوا استفاقواه حسنا اورما يقوم الواقعة الع hold أعطيونا فليس حاجة تزادت في المناطق الداخلية المهمشة فليس بروغرام للمناطق الداخلية المهمشة خلاف اللقاءات والاجتماعات متع النزول الخمسة نجوم ومتع الضحك على الذقون فليس حاجة خلاف المتاجرة ألام الناس المتاجرة بفقر الناس المتاجرة بالناس المقهورة اللي يمشيوهم ويتفكروهم يا إما في محطة انتخابية يا إما في ذاكيرات كما هكذا لكي تتكلمين لأتنسيون تعرفوا انتوما البريود لما بين 17 ديسمبر و 14 جانبي ديما الشعب التونسي معها المعدات ونحكيو فيها فقدان المواد الأساسية ومواد الغذائية وكل شيء تبدأ سخونة شوية بوليتيكما ساحة لكي يبردوا ومشيو يسكتوا الناس ويقولوا لهم انتوما مهد الثورة وانتوما شرارة الثورة انتلقت من هنا وانتوما كذا وانتوما من أولويات الدولة وانتوما أولوياتنا وانتوما كذا شنو لا فهمها اوقي يقولوا لي توا من سيدي بوزيت العيشة زيت صعبة عنا في سيدي بوزيت شنو لا عملتوه لسيدي بوزيت شنو لا قدمتوه لها خلاف كما قلت لكم عائلتي البعزيزي لمشيت الكندا وعملت مشاريع غادي كاني غالط تقولوا لي يا أهل سيدي بوزيت شنو لا صار وين هم المستشفيات اللي وعدوكم بيهم والمدارس اللي وعدوكم بيهم وتحسين البنية التحتية اللي وعدوكم بيهم متع المؤسسات التربوية المؤسسات الصحية الا في سيدي بوزيت وغير سيدي بوزيت من المناطق المحرومة صار ولا ما صاروش مدارسة ابتدائية في هذه العشرية السودية دي تقوه وحتى بعدها في الفيرسيون الثانية من العربية الخراب كيف كيف مدارسة ثقوفة متحها طاحت حيوتها طاحت وليداتنا تشردت وليداتنا تتمت وليداتنا يعملوا دو وترواء كيلومتر أب ييه في المناطق المحرومة بشيوث الأقل لكذابش نسخروا وينو تسخير وسائل النقل وينو الكلام اللي اسمعتوه يا توانثة من الدولة إلا كل مواطن وكل تلميذ نهزوه من دارو المناطق المحرومة والنائية نهزوه من دارو للمدرسة ورجعوه من المدرسة لدارو هاكم تشوفو فيهم في الفياذانات قدش من صغير توفى في فياذانات العوامل اللي فاتت قدش من تلميذ توفى بالأمطار والتقس اللي المشوم هذي والمزمر قدش من تلميذ توفى قدش من عائلة تشويت وتحرقت على كبادها على فلذة كبادها لما استثمر فيها إلا المرأة تلقاها تخرج الصباح تجمع جلبانها باش تاخو كل 15 دينار والع باش تشري بها كتاب لولدها وباش تاخو بها لمجة لولدها وباش تاخو بها كرتاب لوطابلية لولدها موصر ناش نحكيه وعلي تيده وعلي رفاهية العيش لا دون كذوكم كلا تيتموا والناس اللي حرقتولهم كبادهم عالش نقول حرقتولهم خطر هو ما يتحملوا المسئولية خطر اللي خرجوا وعد بعد 2011 باش يتبدل الوضع في سيدي بوزيد وفي المناطق المحرومة وما كانش قد وعده هو ليتحمل المسئولية الدولة تتحمل المسئولية هي في ديها القرارات الكل هي في ديها كل شيء وينهم التحسينات اللي قلتوا عليهم وينهم الوعود الكاذبة اللي عملتوهم وينهم وينهم ناس تعاني ناس ذايقة المرار ناس ذايقة المرار راني نعرف دوبري مش نتكلم في كلام بارك تورا راني نشوف بعيني ونخدم في منطقة نائيا ونعرف راوا ناس ذايقة المرار ناس تحير باش توصل تركب من دارها تعمل نقر ريفي اللول ونقر ريفي ثاني في نفس المعتمدية في نفس المعتمدية معناها الدور من عمادة العمادة ما عندهاش حق معناها 600 فرنك تاكسي جماعي هذيك النقل الريفي ومعن تقالي ورطور ما عندهاش حقهم باش تجي تعالج والداوي صغارهم يقعدوا يمشيوا بالساعتين والثلاثة أبيا باش يوصل يلتحق بالمعهد وبالمدرسة الابتدائية وبالمدرسة الاعدادية متاعوا ليس حرامة، ليس انتوما اللي كذبتوا على التوانسة وقلتو لهم الكلام هذا ورديتوا التجمعين والتساترة هما اللي دمروها وهما اللي عملوا 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 هنا احنا لا قاعدين نتكلموا عليهم من 2011 هنا احنا لنحبوا بالحق حد من التفاوت في الجهات اما لكن ليس انك تكذب على التوانسة وتبدل الميزانيات الكل ما عملوا هما بالتمييز الايجابي هما قتلوا المناطق اللي كانت تحية اقتصاديا قال ماذا قال لديك اخ ذات؟ وزيدوا ودمروا المناطق اللي هيتعاني معطاوها شيء والله كان عطاوهم في الهم عزاء والله كان عملوا استثمارات في الهم عزاء لكن انت تجي تقتل القلب النابض متاع الاقتصاد التونسي اللي هو السياحة وغيرها في مقابل انك تزيد تدمر المناطق النائية هذيك يعني شفتوا الاخباث متاحهم الناس هذوما؟ شفتوا يا توانسة كيف جاءوا وشتتونا وقسمونا راهوا مخطط لتقسيم التوانسة لغير جاءوا وشتتونا وقسمونا من الفين وحداش وقال لك هذوكم مخذيوهذوكم مخذيوش وشوف شنو عملوهم بعد باي اعملوا بيلون متاع تلتاشنا عام تو المناطق النائية تحسنت؟ ولاد في مسافر المناطق المجنائية؟ شو لساء؟ المناطق النائية زادت الدمرت؟ والمناطق القلب النابض متاع الاقتصاد التونسي دمروها؟ ولاد تحت سفر؟ شنو ربح والتوانسة؟ خلاف التشتيت؟ خلاف الجهويات؟ خلاف العرق والمعروك؟ خلاف التفتين؟ شنو ربحوا التوانسة؟ من برمجهم الكل من ترابيع الخارق ففي فرسيون الأولى والثانية شو لي ربحوا؟ ما ربحوا حد شيء ربحوا كان الذل ربحوا كان القهر التوانسة ماتوا بقهرتهم الاف من التوانسة ماتوا كلهم الحوت أنا قلت أقبل في التلفزة المواطن التونسي يرخص إلى درجة أنه طعام للحوت وهذا يكون مسؤول عليه مسؤول عليه الدولة التونسية لكي يقول لك الحرقة ما كانت موجودة قبل أي كانت موجودة قبل لكن شوفوا الأعداد من الناس اللي تحرق قبل قديش؟ قديش؟ عشرات يحرقوا في العام توا عشرات الآلاف يحرقوا في اللو شهرة ماذا تحكيو؟ وهذا ما مناش هذلك الكلو؟ زعم هذلك الكلو؟ ماذا نسبب متاعو؟ ليس من اليأس اللي أنتم زرعتوه في التونسة من خلال البطالة اللي موجودة ويشوفوا فيها ليس بكل نذكروكم ما نرى وهنا موجودين لكي نذكروا لكي نكونوا صوت التونسة الحرار ليس بكل انتدابات التشريعي العام اللي أغرقتوا بها كهل الوظيفة العمومية اللي دخلتوا الناس مغير شهايدة اللي يكذبوا عليكم سيد الفرسيون الثانية اللي اليوم لم يحلوش ملف الشهايد وليس لم يحدث شيء منه ومفهمة حتى قرار تخذيه ليس وقتا دخلتوا الإخوانجية وعوضتوهم وأفلستوا الخزائن الاجتماعية متع الدولة ماذا قال تعويضات عن نظاله؟ سيانر بيس و سيناسيس يتضغوا سيانر بيس و سيناسيس لتوا شوفوا قداش الميزانية متاحة شوفوا قداش عندهم روج هذوكم مش تصرفت الميزانيات متع سيانر بيس و سيناسيس تعويض اللي جمعت من الفرق والتفجيرات قبلها؟ ماذا؟ هذك نسيتوها؟ نسيتوها؟ يخي باش حالة اليأس للتونسة من نجيتها؟ من نجيت حالة اليأس للشباب التونسي؟ ها؟ لماذا؟ من نجيت؟ يقولوا لي نسبة المشاهدة نعرف هلأ غالب رأو السينيال ضرب ما نشوف في برشة تعليقاتكم ما عش نسبة المشاهدة عندكم قداش ما يتلع لي شيء نشوف في 1630 تعليق هنا قدامي و 660 بارتاج ما عش نسبة المشاهدة كيفني ينيلها الله وعلا نحن المهم أن الكلمة تصل الأقصى للحدود إغراق كاهل الوظيفة العمومية بالانتدابات المشبوهة بأصحاب السوابق تعرفوا قبل ما كانوا يعملوا؟ في العشرية السوداء وفي الفرسيون الأولى متع ربيع الخراب والدمارة أنت كمواطن تونسي هذا ما قلت أما مستعد نعوده إلى يوم يبعثون أنت كمواطن تونسي تقرأ تكلت تندب على وعدك 4 سنين بعد الباك لا تأخذ ميتريز أو دكتوراه أو ماستير أو خمسة سنين أو ستة سنين بعد الباك بعد أن الدولة تحل كونكور في 2011 و 2013 و 2014 و 2015 تحل الدولة كونكور تقدم أنت الدوسية متاعك بشهادك العلمية باختصاصاتك بدنيتك بالبحوث التي تعمل فيها بكل شيء ماذا يحدث؟ يتحط قدامك يتقبل دوسي متاع واحد آخر ربما يقري عام في الفاكلتة ربما يستدى مشقري في الفاكلتة يتقبل هو وأنت لا لماذا؟ لماذا؟ خطر أنت لم تفعل فرق قبل خطر أنت مكشخ وانجي خطر أنت وطني خطر أنت ولد الدولة الوطنية خطر أنت استثمرت فيك دولة الاستقلال استثمرت فيك نظام بورقيبة وبن علي وقراك ووصلك وخارجك تبيب وخارجك صيدلي وخارجك مهندس وخارجك أستاذ جامعي وخارجك تكنيسيان سوبرير وخارجك كل شيء لذلك رأيتم إلا قاعد يحدث في تونس ما هو السبب المتاعه؟ رأيتم لماذا شبابنا ايس وخرج البر هذه نقطة ليس شبابنا ايس إلا اخرج البر يعني هي إما يتذل في شوارع إيطاليا ويتذل في سجون إيطاليا ومنافي إيطاليا وبعد يرجعوه توقع ملف كبير مع إيطاليا ربما نتحدث فيه نتعلموا المعطيات ونحكيوا فيه كانوا ملف كبير متاع الهجرة غير الشرعية توقع دين يرجعوا فيهم أفواجا أفواجا نرى معناها باتفاقيات ما بين الزوز دول كانوا معناها تكتيك ملعوب ما بين الزوز معناها هو مسكين يرمي روحوا للمحرقة يرمي روحوا للبحر يرمي روحوا لليروكان يرمي روحوا للمواج العاتية قدرش من الناس الفلايك متاحهم تقلبة وماتوا في البحر ها وشوف يوصل شوفلا فما تقرير وقتها ليبي تعمل رسمي حسائية رسمية قتلك 40 بالمئة من الشباب التونسي والليبي إلا يخرج من حدود التونسية ويوصل لإيطاليا 40 بالمئة 60 بالمئة يموتوا في البحر هذي تقرير رسمي وعنده تقريب بيات روازان من الاخرج من عرش توا قداش من عرش الميزاجور قداش لكن ال40 بالمئة اللي يمشيوا الغادي قبل على قل كانوا يخرجوا فيهم ويثائبوا فيهم يشوفوا أمورهم توا ولا المواطن التونسي إلا يخرج لك ويأخوا ريس كذاك ومعناها ويشرد عائلته وناس خرجت بصغارها ببياتها شفتوا مشاهد رأي قاسية برشة قاسية برشة يحكيوا على ثورة ويحكيوا على كذاك رأي مشاهد قاسية برشة يخرج ويأخوا ريس كذاك الكل ومبعد كيوس الغادي توا شنو قاعدين يعملوا يحطوه في مأوى ومبعد يرجعوه للتونس بيش تونس تيخوا عليه فلوس على ترجيعو فلوس في مقابل تونس قاعدة تقبل في اللاجئين الله أعلم العدد قديش هاكم شفتوا المخايمات شفتوا اللي قاعد يصير هذي البيلان بتاع 13 عام ثورة هذي البيلان بتاع 13 عام اللي قلتوا عليهم الدنيا بيش تولي تونس بيش تولي نيويورك هذا هو شوفوا ثانغافورة وشوفوا أحنا وين شوفوا الدول الإفريقية وين وشوفوا أحنا وين وقارنوا وقرا نشوف ما فيها بس اعملوا بيلان اعملوا مقارنت وقرا نشوف وين هم المدن الرقمية اللي قلتوا عليه ومش تعملوهم بالثورة جبتهم ومش تعملوهم انتوما وين هم أكنت المستشفيات Believe وين موين slit حتى شي ما زادوا لي فاكلتي اللي قلتوا عليهم بيج تبنيه حجر الأساس يراه على روزهم إن شاء الله حجر الأساس الذي يضعونه في مدنينه وحجر الأساس الذي يضعونه أين وين وينهم أكلوا عود كذلك؟ وينهم؟ مهبول الذي يحتفل بنهار كل يوم؟ مهبول الذي يحتفل بنهار كما اليوم وبنهار كما 14 جنفي وعركتهم هما التوينس الوطنيين لا دخلة لهم فيها أنتم ملوخين يقولون 14 أخوان جيع الفرسيون الأولى من منظومة الربيع العربي الفرسيون الثانية تقول 17 ديسمبر إن شاء الله يأكلوا بعضهم زوز منظومات اللي هما في الأخر بكل يسبوا في نفس المصب يكونوا مؤكدين به الحصيلة متاع الأخرى شنية؟ اللي صارت في تونس في 13 عام ترعرع الإرهاب في تونس عمليات إرهابية اللي عمرها ما صارت في تونس صارت في العشرة أسنين هذوما وفي 13 عام هذوما جنود تذبحوا من الوريد للوريد أمن رئاسي يتفجر بوليسية تعس على وطل وتعس على مناتق سياحية تتقتل وتتغر هاوا عندكم حصيلة الثورة المجيدة المباركة تحتفلوا بها؟ هذا بالنسبة لله يحتفل؟ ما هي الحصيلة؟ بخلافة ذاية ما هو فهم حصيلة؟ الحصيلة اللي اخوانجية حطوهم في الحكم اعتلاوا سودة الحكم اتشفاوا كما حبوا عملوا هيئة الحقيقة والكرامة لتشفاوا وحقدوا وكركرو رجالات الدولة الوطنية من ديارهم معناها ناس سبعين عام وخمسة وسبعين عام خدمة البلاد كركروها من ديارها من محكمة لمحكمة ومن جلسة لجلسة عداوا عمرهم فما لعد عمره في الحبس فما لمات في الحبس فما لمات مذلول من رجالات الدولة الوطنية الأبناء وتونس اللي تشفاوا فيهم اللي تشفاوا فيهم سيهم بن سدرين اللي هي هذه المبعوثة الرسمية متع ربيع الخراب اللول ومن عرش الثاني عندها مهمة موكلة لها أو لا؟ سنشوفوا خاطر التولة حاسبة والتولة حاكمة على الفساد المالي والإداري في الهيئة متاحها وعلى التقسيم اللي عملته للتونسيين وعلى كل المحاكمات الجائرة اللي عملتها للناس وهم في قبراتهم معناها مدفونين قيمتهم من القبورة ما هي الحصيلة متاعكم؟ هيئات لا دستورية كما هيئة بن سدرين متع الكرامة وكما هي برشة هيئات أخرى تصرف لها ميزانية متع مليارات مليارات ليس متع مليون أو زوز ميزانية ترعب متع مليارات ينجموا بها قناتر ونجموا بها استثمارات في البلاد في المناطق الداخلية التي كذبوا عليهم ما هي الحصيلة التي رأيتها؟ هم؟ رهن تونس للسندوق النقد الدولي؟ ردونا رهنة للسندوق النقد الدولي؟ يعطي علينا في إملائته ويعطي علينا في كذا؟ ويتمزع علينا؟ رديتونا نساسية ونطلبوها؟ تونسا كانت تونسي أكبر مصدر للإرهاب؟ أو تونسي؟ في العشرية السودائية في 13 عامة تونسي قبل كيف كان يدخل المطار أي مطار في الدول الأوروبية ولا في القارة الأمريكية ولا في القارة الأسيوية ولا في الشرق الأوسط كان يقول لفيس دو بورجيبا كانت تونسي معزز مكرم توت تونسي في باب بعد 2012 أو مسكين يتذلم المطار منذ ما يحسكوا في دولة أجنبية منذ ما يهبط من السفر يفركسوه من شعر الراس والأسبوع سيقو الصغير لا يجعلوا ما يعملوا فيهم التونسا لأنه أي ترشيقة تصير في العالم إلا وراها تونسي كيف نشح؟ ليس خاطر الإرهابين أعتلى سدة الحكم في تونسا ليس خاطر إلا برم جوهنتس وصنعوا الربيع العربي يضحون الإخوانجية في الحكمة اليوم نحاربوا فيهم وانتم تقولون لا وديمقراطية لا يعني مشكلة مع الديمقراطية أكثر من أجلنا وعملنا معناها فترة الحكم ما قبل وما بعد لكن هما الناس الذين يقول لك تونسي ولا أكبر مسادر للإرهاب في العالم شفتوا الألاف المؤلفة إلا خرجوها لسوريا ملف التسفير شنو صار فيه مش ذحكوا عليكم عمناول وتعمناول وقالوكم بش نحلوه وخمسة وعشرين جويلة بشي حل ملف التسفير شنو صار فيه ملف التسفير يخي أسو بوان ملف التسفير ملف معقد برشا عندكم الاعترافات وعندكم التقارير متع الحكومة السورية الرسمية وعندكم الناس اللي روحت عندكم هذيل كله شا عملتوا فيه؟ شا عملتوا فيه؟ أعطيونا حسيلتها 13 عام ثورة اللي تحكيوا عليها باش قاعدين تحتفلوا؟ بشنو قاعدين تحتفلوا؟ بالفقر المتقع اللي نعيشوا فيه؟ بالذل اللي قاعدين نعيشوا فيه؟ المشاهد اللي قاعدين نشوفوا فيها اللي يمتذية في اللي جروند سورفاس وفي عزيزة وغيره اتفكرنا بكل إعانات اللي كونا نبعثوها أحنا للدول المفقرة في إفريقيا في جنوب السحراء وتتفكروا الإعانات الأمريكية والأوروبية كل تذل في الناس هذوكم اللي يبدوا بالطيارة يرميونهم يرميونهم في المواد الغذائية يرميونهم في السكر وفي باكوات الحليب وهما يتقتلوا واتيح عليهم لرواح ويتشردوا يخي ما تفكركمش المشاهد اللي قاعدين تعيشوا فيها توا اليوم وشدين صفكم على الخبز وعرك بتاع حمامات على الخبز على باكيت وعرك على كيلو سكر والرجال تضرب بعضها وشفتوا الأسار في عازيدة دير نيرمون وشفتوا هذلك الكلو ها؟ هذي كلو هذي الكلو حصيلت 13 نعام هذوما حصيلت كل الخراب والدمار ربيع الخراب والدمار هذي الكلو رأوا به أن نذكروا فما ناس تقول لي اي شو الحلان جايين أما به أنك تذكرت خطف ما رأوا برشة وين ستنطلي عليهم رأوا برشة وين ستنطلي عليهم العميلة سيهم بن سدرين جاءت بمهمة مكلفة بمهمة هي إيطاحة البرلمان وقتها التونسي والمنادات بين مجلس تأسيسي ما يسمى مجلس تأسيسي وقتها شفتوا 18 أكتوبر وقتها شكون خرجوا معها للشارع اليساريين شدوا صفوف الأولى خطركم ما يتكلموا وقتها برابور الأخوان جاي يعرفوا يتكلموا الأخوان جاي في الصفوف الخنفية و سيهم بن سدرين تدعو من غادي من المنابر ومن البلاتويت أركو كنا نجموا كنا نجموا نقحوا نعملوا بعض التنقيحات للدستور متاعنا فيما يتعلق بمجال الحريات والحقوق فيما يتعلق بمجال التنمية والاستثماء ونخليوا بلادنا كما هي وما نخسروش منها ما نهدموش مؤسسة بلادنا هذي هاوكا توجهوا توقفوا على كلامنا اليوم وقفوا على كلامنا وكل اليوم بش يوقفوا على كلامنا خطر هما هدف متاحهم هو إسقاط الدولة موش تصليح موش إسلاح موش تنمية موش تطوير هدفه مو إسقاط الدولة لغير ما عندهمش هدف آخر وشفتوا إسقاط الدولة كيفاش قاعد يمشي على قدم من وساق شفتوا انتوما اللاسار ومحب نسأل الناس وقال اللي عملوا بها السيد اللي يخدم فيها عزيزة غالطوا ناس لكل رفضتوا ما فيش شي شك ما يجيش تصرف كاكة مع المواطنين ومع الكليونات ومع التوانسة لكن بدل ترد السيدة ذاكة من خدمته وإحالته وإلى سار الكل أنا من رأيي توانسا يتردوا إلا بنع عليهم السكر مش إلا نثر السكر وكبوا في الواحد تردوا إلا بنع عليكم السكر إلا خلاكم تتقتلوا على السكر إلا خلاكم تتذبحوا على العسميد وعلى الكسكسي وعلى العظم في وقت ما وعلى الزيت للتوا مفقود زيت الحاكم قالك زيت زيتونة شنوه هادا؟ شنوه هادا؟ هادا تحتفلوا بيه اليوم هادا تلافذ اليوم تحتفل بيها؟ هادا منابر إعلامية تحتفل بيه اليوم؟ باش تحتفل بالضبط؟ باش نوه تحتفل؟ بتقسيم تونسة؟ تحتفلة؟ قالك الانتخابات الجديدة لجمعة جاية هذي كماكم سمعتوا أنا العمري اللي حبيت لنتكلم فيه ولندخل فيه الملفة ذا خطر فريمو منف معناها هو توبش يتعدى هو ما حاشتهم بها الانتخابات إن شاء الله حتى بصفر فاصل رغم العزوف، رغم اللي تشوفوا فيه كله تشوفوا في جوه متع انتخابات تعرفوا انتوما أشكون مترشح على جهتكم وعلى معتمديتكم قال بكل معتمدية باش تخرج واحد هذوكم المجلس الجهوي ومن بعد كل المجلس الجهوي متاع ولاية باش يطلع ثلاثة بالقرعة ومن بعدها كان ثلاثة كوما من كل ولاية باش يعملوا يخرجوا منهم واحد بركة يمثل الإقليم ومن بعدها يمثل الإقليم ذاك بثلاثة شهور ولا قداش معناها ما زال هو ما فهمش الإقليم ذا شنو متطلبات وشنو كذا ما زال كي بدي يفهم نقوم ونبدلو نجيبوا واحد آخر ما عندوش فكرة دونك وين عايشين؟ عايشين معانا الانس اللي تحتفل بالثورة هذه اللي يسميوها ثورة عايشين معانا في تونس ولا مش عايشين معانا معانا يحسين بالشي اللي قاعدين يحسوا فيه توانسة ولا لا؟ مياشون مؤثر عليكم الوضعية مياش مؤثر فيكم الوضعية؟ كنتم ماقبل تتقتلوا على كيلو سكر فى مغازة عامة؟ كنتم ماقبل تسمعوا الرباحكم لكلام؟raelوز ومشاديين صف على خبزة بالخمسة متاع الصباحة؟ كنتم ماقبل تتقتلو على شكارة شعير الفلاحة؟ كنتم التقتلوا على شكارة شعير باش تبتهزوها ولا منشة كارا سداني باش تتبتلبو بها لغنما بتاعكم اتبت Christine كنتوا تتقتلوا على شيء كنتوا تشوفوا شيء بلا إذن قولوا الحقيقة يا منابر الإعلام كنت تتكلموا قولوا الحقيقة قولوا هذا ما جابتنا هذا هو البيلان مجاعة فقر متقع هذا هو البيلان الحقيقي للوضعية متاعنا في تونس يأس حالة يأس منقطعة النظير غير مسبوقة إلا خالات التوينسة تهاجر كل عام أكثر من خمس ألف تبيب من مختلف الاختصاصات يهاجروا زعم علاش موفريني لهم قاعدين تتدبوا في التوبة جدد بالكم الكافي قاعدين توفريني لهم المعدات والتجهيزات والماتريال في السبيترات وبعد تقولوا شبية التوبة هربينة ماذا؟ لماذا تكذبوا على التوينسة؟ لماذا تكذبوا على التوينسة؟ احنا توهنا بينا ووضحنا والله يا ذي رأي نقطة منفيد هذا الكل ما قلنا فيه في برشة حلقات متولة إذاعية وتلفزية تونخرجوا هم لكم إذاعية وتلفزية تونخرجوا هم لكم اما لن يعجلوا هم لكم خاطر اليوم أرى تسمعوا نشيد الثورة والثورة والثورة هاكم ترون نتائج الثورة اللي يسميه هم ثورة هاكم ترون نتائج متاحها تحلدتش الملفات الملفات على قتل توينسة ملفات على قتل شكري بالعيد على قتل الإبراهني على قتل الإختير الحارقة على قتل الجنود يخينتمك يقولنا لكم شنو نتائج الثورة؟ تعرفوا شنو نتائج الثورة؟ عندكم حزب مارق عن القانون يدور في البلاد عندكم حزب يرفع أعلام داعش مؤشر ويخدم في البلاد وعندكم رئيسة حزب تدعو لطرد الإرهاب ومحاكمة الإرهابيين والجاب والإرهاب في الحبس هذه نتيجة الثورة متاعكم نتيجة الثورة متاعكم أن حزب التحرير يدعو لإسقاط الدولة المدنية ولإسقاط النظام الجمهوري ولإرساء دولة الخلافة ويهزلك فيها في البندرول في الشارع هذا يخدم موجود والحزب الدستوري يتمنع من مسيرة سلمية تضامنية مع رئيسة ولحتتها في الحبس هذا هو الثورة؟ هذه الثورة ومجايبها؟ ها؟ وين يجاي للحزب الدستوري؟ وين يجاي للأستاذ عابير موسي؟ خنذكروا ميسير شتوانسا نعرف تولت للتوثيق مش مشكلة؟ به الخيام الدعوية هذه هي نقطة ديما الركز عليها الخيام الدعوية إلا تنصبت مقابل وزارة الداخلية في انتهاك تام كلي لوزارة السيادة ولسيادة الدولة خاطر وزارة الداخلية دي كو سيادة الدولة التونسية كي نقول وزارة الداخلية نقوله أمن وأمان ونقوله مكافحة إرهاب وإجراء هذا ما أهم حاجات يعرفهم المواطن التونسي ويقولهم كالخيام الدعوية نصبوهم لإخوانجية وحزب التحرير ويفرقوا فيهم في المنشورات في المنشير ويدمغجوا بهم في العقوب إذوكم شا عملتوا معاه أو كمسيبين اللي دعاونهم مقبل أو كحزب التحرير يومشت مسيب قالك أصدقاء ونختلفوا فاقتي بعض الرؤية شنو عملتوا معاه هذه ثورة ثورة اللي تجي المرأة محامية رئيسة حزب دافع على بلادها تتحرك كل يوم على بلادها على شخطر بلادها وعلى خطر أمن بلادها وخطر شعبها وخطر هذي الكل دكوة في الحبس ظلم وبهتال وتلافقولها تهمة تغيير هيئة الدولة والحزب اللي يحب يغير هيئة الدولة اللي قالت نختلفه في بعض الرؤية فقط موجود وينشت وهزب مدرون الخلافة إرساء دولة الخلافة ونحن ضد النظام الجمهوري ويرفع تعبد الزوجات هذي ينشت ما يحشموش اليوم الإعلامين اللي يحتفلوا بالثورة وبعيد الثورة ما زال عندهم وجه يمدوه ويكذبوا على التوينسة ويقولون لهم رأي ثورة ورأيتون استوى خير ورأيتون استوى ديمقراطية إذا حكوني اللي يحكيوا على ديمقراطية إذا حكوني اللي يحكيوا على ديمقراطية اليوم قال لك إحنا اليوم عايشين في ديمقراطية مرأة أم مشردة يتمى في حبس ظلم غير حتى تهمة تذكر حطوا روحكم في بلايس يلي تو تتكلموا على الثورة حطوا روحكم في بلاستها المرأة هذه أنت يا إعلامية حط روحك في بلاستها وإنت يا إعلامي حط روحك في بلاست الرجلها في بلاست الرجلها وإنتما يا شباب في الإعلام حطوا روحكم في بلاست ولادها حطوا روحكم ولادها وإخواتها وأخواتها تقبلوا بشيء هذا يسير تقبلوا هذا يصير خطر ضربت بالحق الأوكار اللي هي مسيطرة على دولي بالدولة الكل في تونس خطر ضربت مكمن الداء خطر حتى تصبحها على مكمن الداء خطر حتى تصبحها على الجرح خطر فتحتهم خطر فتحتهم للشعب التونسي خطر دجت جتهم خطر فككت المخططات متاحهم ورات هالك صوت وصورة بالحجة بالدليل بالبرهان القاطع وراتكم الأخطبوتات الشيطانية اللي مخترقة تونس وراتكم الناس اللي قاعدين وراتكم الأخطبوت الإعلاني الخطير وراته لكم وراتكم كيفاش قاعدين ينجتوا ما يحشموش يتكلموا على الجمعيات الخيرية اليوم بلاتويت العار ما يحشموش يتكلموا على إرادة الدولة اليوم في محاكمة الجمعيات الخيرية وتتبحها المرأة دكيتوها في الحبس على خاطر الملفات هذهكة متع الجمعيات الخيرية ومتع أطلنتس ومتع الاختراقات دكيتها في الحبس واخذيتوا برامجها وقعتوا تحكيوا بهم اليوم اليوم ظهر لكم باش تحاربوا جمعيات الخيرية الا فيها فيرس مونيت متع مليارات من خارج من قطر ومن تركيا اللي حكيت عليهم هي ولا نورت بهم التوينسة هي ولا عملت بهم النقاط التنويرية سوايع سوايع والتوينسة تتفرج عليها من لول للاخر وفهمت التوينسة اكثر من المنابر الاعلامية اليوم فهمت ما يحاك ضد بلادها حاطيتها في الحبس وجيتوا اليوم تتكلموا على جمعيات الخيرية وعلى جمعيات المشبوهة والتمويل المشبوهة وينكم اقبل وينكم اقبل وقت الله مشي تتقرق بيكم مشي تتقرق بيكم القوات الديمقراطية والمدنية وقالت لكم رانا احنا عكس ما يتروج علينا رانا احنا ايدينا محلولة مفتوحة ليكم وللوطنيين وللديمقراطيين الا اذا اتفقنا على البندلول من الميثاق السياسي الا هو عدم الاعتراف بالاسلام السياسي أنتم كنتوا قلبت فيستا أنتم عارفين رواحكم تقلقين للإخوانجية أنتم ما تنجموش تخدموا بلايش إخوانجية ما تنجموش تعيش وتتمعشوا بلايش إخوانجية خرجتوا وقلتوا لا هي إقصائية لا هي مستبدة لا هي تحب ترجع عنها الاستبداد تتفكروه ولا ما تتفكروشي هذاك وقتلها مشيت وقدمت القضايا ضد التمويل الجمعياتي وقدمت القضايا ضد المنظمات اللي عندها علاقة بتنظيم الإخوان والتنظيمات الدولية اللي عندها علاقة بتنظيم الإخوان ما خلت ما عملت ما خلت ما عملت في البرلمان واجهتهم وجها لوجه راشد الغنوشي كسرت له شكته في البرلمان حتى حد ما تجرأ حتى حد ما تجرأ على الإخوانجية من المجلس التأسيسي تحت قبة البرلمان عابير موسي الوحيدة لو وصلت خرجت له تاريخه لحرف الكله وتاريخه الإجرامي لكله وتاريخه الإرهابي لكله على مرأة ومسمع الجميع وصلت خرجت لكم كل شيء الكواليس لا تحق في التونس لكلها خرجت هالكم من البرلمان ورات هالكم وراتكم فاش قاعدين يخطوا وراتكم شنو عملوا وشنو يحبوا يعملوا كل شيء وراته لكم كل شيء وراته لكم بالمكشوف دكيتوها في الحبس وجيتوا تتحدثوا على التنظيمات الإرهابية والجمعيات اللي عندها شبهة إرهابية تحشموش على رواحكم يا إعلاميين اللي تتكلموا بشيء ذي ويا سياسيين اللي تتكلموا بشيء ذي كلامة يعاودوا فيه تحركاتها الكل يعاودوا فيهم تحلوا القضايا في المحاكم اللي مركونا في رفوف المحاكم اللي قدمتهم عابير موسي ضد الجمعيات هذه والتمويل من الجمعيات هذه حلوا ما كنتم تحبوا بالحق حلوا فما قضايا بالمكسكيتا سيزاغ يا سيزاغ معنى علش نحطوا المرأة في الحبس وننسبوا نظالتها لنا عليه قال ربي هكا معنى واسوبوا انتم ما بشي صدقكم المواطن التونسي اسوبوا انتم ما بشي صدقكم الشعب التونسي ياخي ما شافوش عابير موسي شنو عملتها ما شافوش ما شافوش الحزب الدستوري الحر شنو عملها عامين في المتر والسلوج والشمس وخمسين سخانة قدام وكر القراظاوي ومنعونا حتى منتين دا بشنا نحتميوا بها ونتغطاو بها وإحنا ناظلوا ضد الإرهاب والناظلوا ضد الخوينجية والناظلوا ضد الناس اللي قاعدت تدخل في الفلوس بالمليارات وعدت لكم الاستاذ عابير موسي وعديني لكم شنو قاعد يقوم الوكر متع القراظاوي اللي هو محمي من عرشكفاش عرشكفاش الدولة الكل ما نجمتش تزعزعه نهرت لوقف عابير موسي بكل سفاقة مشوفوه ذو اعتسامنا غادي هذي كل تونسي ما شافوش وهمش قاعدين يشوفو فيها ما لحنا الوهما جعولين ما لحنا فاش قاعدين نعمله نحن لحنا بش ننوروهم وبش نذكروهم وبش اللي غاب عليهم نعاودو نخرجوها على عينهم ونعاودو نذكروها على ما سامحهم دونك اللايف مضروب رغم لا فما الفين وخمسمائة تعليق لكن اللايف مضروب مش مشكل بارتا جي وقدمت نجمه اتون بعض يعاود يخرج تنهب توفي بلاي سخرين مش مشكل ما يقلقش للتوثيق اليوم هاوك 17 ديسمبر الفين وثلاثة وعشرين نجي وتوا هو للحزب الدستوري الحر في اتار بتبيع التواصل والتواصل المباشر مع الانصار والقواعد ومع محبي لأستاذ عابير موسي ومناصريها للحزب الدستوري الحر تعرفوا الناس الكل اللي هو تم رفض الوقفة التضامنية اللي كانت مبرمجة اليوم التسعة امام السجن المدني للنساء بمنوبة وراهم المرأة اللي فاتت وقت اللي وقعت السلسلة البشرية رهيت عملت خاطر وقتها فيما أيام العنف ضد المرأة إذا كان لما وقفوا هايش وما رفضوا هايش ما يبدأ في علمكم خاطر وقتها فيما ضغوطات كبيرة من البرة وتلافز مجندة والوطنية مجندة والأخبار وقالك تونس قاعدة تحارب في العنف ضد المرأة وقت لها مشيت المرأة التونسية قدام السجن من تعم النوبة المرأة الدستورية المشرفة المرأة الدستورية الوطنية حرائر تونس مشيه الغادي لذلك سكت الدولة وما عملت شكل رفضة ذاك لكن اليوم ما نقول لكم تم الرافض بطبيعة اليوم عندهم 17 ديسمبر كيفاش؟ 17 ديسمبر هما وجبت خلاصهم اللي عندها كيف كيف من غادي اليوم في بلي عندها وقفة والمؤمنين في 17 ديسمبر عندهم والمؤمنين في 14 جنفي عندهم مطالب كيف كيف اليوم بشي يخرجوا يعملوها ويقدموها قالك لهذا كيف تعرفون انتم بكلهم كيف يلموا بعضهم ويعملوا جمعية لا يلموهo 200 أو 300 شخص كيفاش لكني يجب أن تخليه الحزب الدستوري اليوم ضربة في مقتل في السميم فالم современным يعني اليوم اللي هو ثورة الى هي 17 ديسمبر في سواديزان قام في الاستبدأة وقام على وضع الناس في السجوء كيفاش اليوم تخاليه الانتصوى يمشي قدم السجن المدني بمضب� بطلابه بإطلاق شراع تماما السيسية وه��안 زعيمة الحزب الدستوري الحر إذا لم يرفضوا؟ لا يجب أن يرفضوا ما بكم؟ وصلت وضربتوا وصلت وضربتوا في عمق المخططات متاحهم فضحتوهم وعريتوهم وشافوهما خاطر ما كانوا يعملون حساب حتى وقت اللي خلاوا السلسلة البشرية النسائية وقتها يقولوا بتوجيه أربع كعبات مش مشكل وتواق أيام العمف ضد المرأة فك لنا من المشاكل معهم لنواليو أحنا ضد المرأة وعنفنا المرأة ورفضنا مسيرة متقوقة أو وقفة متع مرأة سلسلة بشرية متع مرأة سلمية لذلك وقت خلاوا اليوم مش تخرجون تومها سبعتاش ديسمبر والعالم الكل يتبع اللي هو سيبوزي عيد الثورة اللي هي قامت على الاستبداد وسجن الناس وحطانهم في الحبوسات اليوم التساترا يخرجوا في عيد الثورة المزعومة متاحهم يخرجوا بش يطالبوا بإطلاق سراح مسجونة سياسية ويطالبوا بإرساء العدالة في البلاد الذية المفقودة العدالة المفقودة في البلاد يطالبوا بإرساء العدالة وبتطبيق القانون هذي عاد تقتلهم ساي يموتوا ما عادش تقوم لهم قايمة وقتا دونك رفضوا رفضوا للوقفة التضامنية مع الأستاذ عابير موسيليو لكن نعلمكم إلا فما راهوا تحركات جديدة فما وقفات جديدة راهوا قلت لكم راهوا بالهم طويل وحبالهم أطول لأستاذة قالتها هي على روحها وقالتها على تساترة قلت لكم رانا بالنا طويل ونفسنا طويل وما نخرجوش عن طائلة القانون وما نخرجوش عن دائرة القانون وتحركاتنا لكلها مدروسة قلت لكم قلت لكم تحركاتنا سواء لمن Fürben السواء لمن Fürb رأي تحركاتنا لكل كهذا ويز keluarها عليه تحركتنا لكلها انتماء كان الالتفاف حول القيادة فقط طيب سيعلن على تحركات الجديدة سيعلن عليها الديوانN السياسي للحزب الدستوري الحر كثما كيف تحركت قانونية لهاية الدفاع ما يقوم يعلن عليها كثما الكثير من2018 zony take your question كما نقول لكم كل شيaki كونوا عندكم ثيقة كبرة في قيادات الحزب اللي هي أستاذ عابير موسي أستاذ عابير موسي رئيس الحزب فما حاجة خرجت على لسان القيادة ولا على لسان هيئة الدفاع رأي خرجت على لسان الأستاذ عابير موسي المرأة تعرف شنو قاعدة تعمل المرأة من سجنها قهرتهم من سجنها تدير في المشهد السياسي والإعلامي بالطريقة التي تحب عليها حتى حد من نجم ينكر اليوم كون الحزب الدستوري الحر إلا ولا يتذكر في كل المنابر الإعلامية سواء بسوء أو بإحسان أو بموضوعية قاعد يتذكر ما كان شيء يتذكر بل دونك عابير موسي ريته بالتحركات المدروسة لقاعدة تكون بها ولقاعدة تعطي في تعليماتها من وراء القذباء قاعدة تتحكم في المشهد قاعدة تحرك في خيوط اللعبة السياسية كما تحب هي كما يحب الحزب الدستوري الحر وهذه قوة السياسي وهذه قوة الزعيم هذه خاصية التي أتحدث لكم عليهم خاصيات التي يجب أن تتوفر بش نقول وهذا زعيم ولا هذي زعيمة هذه من الخاصيات متع الزعامة أنك تقعد تتحكم في المشهد السياسي وانتي مسجون سياسي ظلم ملف الأستاذة نحب نأكد لكم ملف الأستاذة راه تساتر والله لهم مسلمين فيه ورأي القيادة والله قاعدة تقوم بأقوى ما في وصحة وأعلى ما في وصحة لتحليل الأستاذة هيئة الدفاع قاعدة تقوم بكل ما أوتيح لها من وسائل قانونية لتحليل الأستاذة وبكل ما أوتيح لها من علاقات مع المجتمع المدني ومع الجمعيات الوطنية والدولية لتحليل الأستاذة عابير موسي هذا تأكدوا منه بالنسبة للا يحبتوا في العزائم ويقولوا لكم اي شنوة تاو مكهوة الغينة ومعاتش فمتحركات لا لا فمتحركات فمتحركات نعرف يقولوا لي له نومبر دو في مضروب في بالي خاطر نشوف تاوة تتلعلي في البرتابل الاخرها وشنو يتلعلي يتلعلي 2700 تعليق ومقابل 500 500 مشاهد نعرف اللي هي 5000 مش 500 تواة لكن مش مشكل هانو هاوكا التعليقات دجا يثبتوا والبرتاج قريب الالف به احنا كما قلت لكم هذا للتوثيق ان شاء الله حتى نوصلوش المعلومة لمية شخص الالف الشخص يزدي فيه البرق ما حاش نيش بمئة الالف شفتوا الفيديو متاع أو لامس معناها يعملك 3000 برتاج ويعملك 10.000 تعليق وتلقى 10.000 كيف جاء الله وعلا توصلت الى 13.000 والى 14.000 دون قاعدين يلعبوا على ديمات وقلنا لكم ورسلنا إدارة الفيسبوك قبل وجوبتنا قلت بالنسبة لنا فتربيبات معناها رسبيكت لستندار دو كوميونوتي فيسبوك دونك انا باتسوسي معاكم انتوما فيريفيا ذك فتربي دونك باشتفهموا وشنو اللي قاعد يسير معنا هما تواة وشنو قاعدين يعملوا في هذه الثورة هذه عيد الثورة التي يحكو فيه عيد الثورة وعيد الديموقراطية يمنعوا وقفة تضامنية سلمية مع امرأة مظلومة محتوطة في الحبس دون ايهر سلوك في المنابر الإعلامي ايهر سلوك علي ريزوسوسيو صفحة الأستاذة عابير موسي ضاربينها عندهم تقريب خمسة شهور ولا ستة شهور خاطر بعد مقاطعة المنابر الإعلامية وقعدت هي توصل وتبلغ في المعلومة وقعدت تفضح فيهم والتساترا يتبعوا وملتفين ويتفرجوا وكتابت في مسيرة تلقى عشرات الآلاف جراس للصفحة ذيك المنارة ذيك التي تعدي فيها الأفكار متع الحزب وبرامج وتتواجه بها في اتصال مباشر مع الشعب التونسي دون نضربوا لها صفحتها شكل ما زالوا يتكلموا عندهم تأثير صفحة عبد سلام شقيرة هانا ضربناها شاهدوا ما عملوا البدوع الشهرين اللي فاتوا عملوا البدوع ونعملوا أننص لماذا نطلعوا مغير أننص نحن فشأة ولماذا نسجلوا الفيديوهات قبل منها بتوهم لايف في معظم الأحيان نعملوا فيديوهات مسجلوا بتقولكم لايف خطر الليف يتضرب مضروب لا نعرف قص عليكم ولا نقص لأننا نشاهد فيه معناها ديزيكيليبري النابر ديزيكيليبري ماذا ما عنا فيه انتم دوركم رأوا انكم التونير والرأي العام ودوركم وواصلت الأستاذة هي التنوير ومواصلة التنوير لذلك قدمت نجمه في مجموعاتكم في الجروب متاعكم في سفحاتكم في بروفيليتكم وابعثوا على الخاص وخليوا تعليقاتكم وأعملوا جميع خاطر الفيديو رهو سينيا ليه على الأخر يمكن نتيروا به بعد الفيديوهات يمكن نتيروا به بعد ونحن المهم يسألوا على أستاذ عابير موسي حسب هيئة الدفاع أستاذ عابير موسي لأخر لحظة الألم متاحة ما زلت موجودة بيان سور لكن على المستوى المعنوي راهي معنوياتها مرتفعة وكما قلت لكم قاعدت تدير وقالت لكم روثيقتكم فيها وفي الديوان السياسي فيها هي معناها وفي الديوان السياسي دونك تعليمات والتحركات الكل تسمعها على لسن الديوان السياسي الملف الطبي متاحة لا تصدقوا أي شيء لم يفهم الملف الطبي متاحة لا يوجد أي شيء الملف الطبي متاحة حتى هيئة الدفاع لا تعرفوش نازلت لذلك لتولعوا أعطوها لسرتيفيكات لطلبتهم ولتولعوا أحد شيء لذلك اتأكدوا فمشكول يقول لي 2733 بربي إلي يتفرج على يقول أنه قدرش عدد المشاهدات خنفهم مروحنا ناس تقول 700 ناس تقول 500 ناس تقول 2700 خاطر فما راهوا اللعب كبير في الصفح بناش فهمين شني الحكاية بناش عارف قولونا قدش عدد المشاهدات يتلعلكم أنا نتبعوا في تعليقاتكم قدش يتلعلكم عدد المشاهدات حاليا ب ب ب ب ب مضروب النامبر دو ذاربين ذاربين اللايف لكن ما في مشتاقة قطعات في الصوت هذه هي الفائدة وتقعد بعد يشوفها تسيترا ويشوفها توين سا نحب فما حويجا هيكا صغيرة نحب نسمح لكم مقطع صغير للفنان القدير الراحل النعمة ويشنر بتوها بالأستاذ عابير موسي تسأل الو 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 يا محلا التاليفون علم الدنيا قايم عليه ولا طيلب المنобط Review يا محلا التاليفون علم المخاطات والمؤامرات لتحاك ضد تونس الكل هو trazいうこと stat-محلا التاليفون علم التواجبه وعندما أكون م gedaan يا محلا التاليفون علم ضح الماضي وعندما أعملا الازن يا محلا التاليفون علم المؤامرات للمحلا l.. وع Lyn there name his development قالوا يا محل التاليفون يا محل التاليفون يقولوا لي ما قصش الفيديو به يا محل التاليفون إلا بهو تهبت لك 10.000 و 12.000 و 15.000 للشارع ملتفين حول قضية الوطن يا محل التاليفون إلا عدالكم الكواليس لكنتم متشوفوهاش تحت قبة البرلمان يا محل التاليفون إلا توا دولة كاملة تلوج كيفاش بش تلقى حاجة في التاليفون بش تضرب بها الأستاذ عابيرموسي بش تحت شرعية للشي لعملته لسجنها والشي اللي عملته يا محل التاليفون بالحق محل التاليفون إلا لليوم يجبولو إنسان شبهات كبيرة تحوم حولوه قال شنو قال خبير يا محل التاليفون إلا لذيك سبير متاع الدولة التنسية يعطيو تقريرهم نيجاتيف ما في حد شيء تاليفون وطني. يا محل التاليفون أي نعم سيدة نعمى يا محل التاليفون يا محلة تاليفون إلا يتحجوا به بشي خليها بزيد نهار في الحبس مش تخرج لكم زعيمة مش زعيمة حزب برق زعيمة وطن بعد اللي عملتوا فيها تتفرجوا والله إلا ما تكتسح الأخضر واليابس له سيد عابير موسي لأنها صادقة لأنها بنتصل لأنها بنت البلاد ذي لأنها بنت الدولة الوطنية لأنها بنت دولة الاستقلاء فما تلاعب كبير في عدد المشاهداتها فهو يهبط الـ 200 يطلع الـ 500 يطلع الـ 600 يمشي 700 كل مرة شو تطلع لي بكي طلعت يراوه 2700 وفما شكول أقال 2700 لماذا نسئل فيكم كدهش نمبر دو بكي طلعت 2700 وبعدها هفتة 320 وبعدها طلعت الـ 500 ليس مشكلة خليه يتلعبوا كما يحبوهما خليه يتلعبوا كما يحبوهما به ما نتولش عليكم أكثر من هكا احنا توا قاعدين معناها نتبعوا في لقاعد يصير في البلاد وين يخرجوا يضحكوا على ذقون التوانسة هنا موجودين لهنا للرد هنا موجودين لهنا للتذكير هنا موجودين لهنا لعرض وسرد الحقائق المغيبة عن الشعب التونسي فمشكون يقول لي 340 عدد المشاهدات كما يحبوهم كل موجودين له فيما 2700 3000 500 200 300 يعملوا ما يحبوا هما هنا بكري تتلعبوا 70 جملة واحدة خرجت هذا قليلا على الإكران 70 وبعدها هربت لا نعرفوش كما تقوم بمعться بالضبط في الفيسبوك لا نستطيع بكم لكن لا نتولش عليكم أكثر من هكا في قدم الأسبوع هناك تحركات جديدة سيتم الإعلان عليها هناك اتصال مباشر جديد مع الدستوريين والدستوريات من طرف قيادة الحزب وهيئة الدفاع ملف الأستاذ عابير موسي هو قضيتنا يجب أن نقوم بكثير على ملف الأستاذ عابير موسي الحاجات الجانبية كلها أكوتي هنا يجب أن نتبعوا ونواصلوا في وسيط الأستاذ عابير موسي التي هي التنوير يجب أن يكتبون الملف الأستاذ عابير موسي مهمتنا هي قضية الأستاذ عابير موسي اليوم وإعلاق صوت الحق وإنارة الرأي العام على كل المغالطات التي يعملون فيها وعمليات تقسيم البلاد الممنهجة وهذا كل ذلك ليس مشكلة لعبوا باللايف كما أحب وما نرى أكثر من ألف بارتاج ما زال اللايف يمشي وأكثر من ألف بارتاج ما ينجموش يلعبوا على النوم بردو بارتاج كما نرى 3500 شخص علقوا لذلك اللايف يخرج بالجدد بالجدد يعطيكم ألف صحة على حسن المتابعة والاهتمام هنا موجودين مبعضنا إلا يحتفلوا الإعلاميين خاصة لنا الذين يروجوا للاحتفال ذايا إلى ما زبلت التاريخ خطر كنجي نحكي على ذاكرة وطنية ونحكي على حاجة يجبني نسرط كيف حدث ذاكرة ذيكا قولوا لهم قولوا للتوانسا أنا كما اليوم راهو التوانسا الشعب يسرق في المجازين والمونوبري وفي الجروند سورفاس ويعيط الله أكبر قولوا لهم إلا فمارساس أجنبي تخل تونس قتلوا به التوانسا قولوا لهم إلا تحكنا عليكم وجبنا من البنك سنترال الذهب والفلوسوا حتى أنهم في قسر سيد ذريف وسورناها على أساس النظام السابق قولوا لهم هذوم الكلام قولوا لهم قولوا لهم جاوبوهم في منابرهم وفي عقل دارهم أحنا هنا موجودين للإنارة والتوضيح وللتواصل المباشر مع الشعب التونسي يعطيكم ألف صحة على حسن المتابعة بارتجيوا الفيديو وقدمة نجمو بارتجيوها باختو وهنا بش نعملو حملة نظافة على التعليقات على الفو بروفيل إلا قاعدة تخرج في التصاور متاع أوليمس وأوليمسين هنا نتبعو فيهم توا يعطيكم ألف صحة في لامن موسيقى